يوم المدارس السانوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة حيوانات اللحم طبعا احنا عارفين ان مادة حيوانات اللحم من ضمن مواد مجال الانتاج الحيواني اخدنا صحة الحيوان واخدنا مادة الدواجن ايضا مادة حيوانات اللحم من ضمن المواد اللي هي في مجال التخصص او المجال اللي هو متخصص في الانتاج الحيواني وادجيني في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن الفرق بين النمو والتسمين وهل هناك علاقة بين عملية النمو والتسمين نحن قلنا النمو عبارة عن زيادة في وزن جسم هذا الحيوان أما التسمين هو عبارة عن ترسيب الأنسجة الدهنية على جسم الحيوان وأيضا تطرقنا إلى أماكن ترسيب الدهن على جسم هذا الحيوان ثم تحدثنا أيضا عن اقتصاديات عملية التسمين وترق التسمين المختلفة بالنسبة لحيوان اللحم أو الحيوان اللي أنا هنتج منه لحوم سواء كانت لحوم بيضاء بالنسبة لإنتاج الحيواني في مجال الدواجن أو اللحوم الحمراء اللي هي بالنسبة لحيوانات اللحم أو حيوان التسمين إن شاء الله النهاردة هنتحدث مع بعض في درس جديد الدرس عبارة عن تغذية حيوانات اللحم إزاي أغذي حيوان اللحم حيوان اللحم اللي عندي دوت أغذيه إزاي؟ أو إيه هو تعريف عملية التغذية؟ يعني إيه تغذية؟ هل هي كمية العلاق اللي بتقدم الحيوان فقط؟ هل إيه هي مواد الخام اللي هي داخلة في تصنيع الأعلاق أو تصنيع التغذية؟ أو تصنيع العلاق بصفة عامة سواء كانت علاق صيفية أو علاق شتوية؟ أو هل إن فيه بروتينات؟ أو البروتين ده عبارة عن إيه بالنسبة في داخل العليقة؟ إحنا طبعا عارفين إن البروتين أو سعر مادة العلف أو سعر التغذية بيحكمه نسبة البروتين اللي هي داخلة في مادة العلف بمعنى إيه الكلام ده سعدتك؟ بمعنى إن تلاحظ إن أسعار خامات فول السوية من ضمن المكونات أو من ضمن الخامات اللي هي بتدخل في تكوين الأعلاف بتلاحظ إن أعلاف اللي هي اللي نتجة من فول السوية سعرها مرتفع ليه سعرها مرتفع أو السوية؟ سعر مرتفع عن باقي الخامات الأخرى اللي هي داخلة في تكوين الأعلاف اللي هي المصنعة لإن نسبة البروتين طبعا عالية في بزة فول السوية بتتروح من 44% إلى 46% عشان كده اللي بيحكم مادة العلف هو نسبة البروتين اللي داخلة في تركيب العلاق اللي هي موجودة أنا عندي مثلا الخامات اللي هي موجودة عندي بتختلف نسب البروتين فيها حسب نوع مادة العلف اللي هي موجودة عندي الأشي مثلا اللي هو بيخش من ضمن تصنيع الأعلاف عندي أحطاب الزر اللي هي موجودة كل هذه الخامات دي بتدخل في تكوين الأعلاق بالنسبة لحيوان التسمية فأول حاجة عندي النهاردة تعريف التغذية بالنسبة لحيوان التسمية يعني ايه كلمة تغذية تغذية يعني انا بعطي او بوفل للحيوان كمية الغذاء اللازمة لهذا الحيوان ان بوفلوا كمية الغذاء اللازمة لهذا الحيوان بغرض ايه بغرض ان اتتمهم من جدا النقطة الاولينية فيه عندي عليقة وحافظة وبسميها التغذية الحافظة او كمية العليقة الحافظة التي تعطى او تقدم لهذا الحيوان بغرض من اسمها انها حفظ حياة هذا الحيوان لكن هناك عليقة أخرى اسمها العليقة الإنتاجية معنى ذلك عليقة إنتاجية يعني كمية الغذاء التي تعطيها ساعتك للحيوان بغرض الإنتاج سواء كان هذا الإنتاج في إنتاج اللبن سواء كان هذا الإنتاج في إنتاج اللحم سواء كان هذا الإنتاج في إنتاج الصوف إلى آخره من أنواع المنتجات اللي هي بتخرج أو بتطلع من أو أنا بحصل عليها من حيوانات المزرعة بصفة عامة اللي هي موجودة عندي فعندي فيه نوعين من التغذية في عندي نوعين من العليقة العليقة هي الحافظة اللي أنا بعطيها للحيوان بغرض حفظ الحياة أما العليقة الانتاجية أنا بعطيها للحيوان بغرض الانتاج يعني معنى ذلك أن أنا هتدي له نوعين من العليقة لأ أنا بدي له العليقة ذات نفسها فيه جزء منها بيسمى عليك حافظة. والجزء الاخر بيسمى عليك انتاجية. معنى ذلك لو الحيوانة عندي مسلا محتاج حوالي تمانية كيلو علف من هذه المكونات اللي هي موجودة. يبقى انا بدي له اتنين كيلو علف من التمانية دول بغرض حفظ حياة هذا الحيوان. عشان الحيوان جسمه ما ينزلش او جسمه ما يخصش يفضل ثابت عشان يقدر يقوم التغيرات البيولوجية اللي هي موجودة عنده. وفي نفس الوقت ان هو يبقى عنده في مرحلة سبات لهذا الحيوان. طيب انا عايز اعود الانتاج بتاع هذا الحيوان. عايز اخلي الحيوان دوت ينتج. يبقى انا بدي له كمان ستة كيلو كمان مع الاتنين كيلو. عليها انتاجية. الحيوان بيحصل في النهاية على مثلا تمانية كيلو من العليقة اللي هي تقدم لهذا الحيوان. يبقى احنا هنا عرفنا التغذية توفير جميع الاحتياجات الغذائية اللازمة بغرض حاجتين. الحاجة الاولانية اللي هي حفظ حياة هذا الحيوان. ثم الغرض التاني كدرة هذا الحيوان على الانتاج. وفي نفس الوقت بسمي العليقة دي اسمها عليقة انتاجية. فبدل عليقة سواء كتعليقة حافظة او عليقة انتاجية في صورة علائك متزنة. يعني ايه كلمة عليقة متزنة دخل فيها جميع المكونات الغذائية اللازمة لهذا الحيوان. من الاملاح. من الفيتامينات. من الكربوهايدرات. من النشويات. من فول السويا. من البروتين. كل جميع العناصة الغذائية. من الفيتامينات. كلها او الاضافات الغذائية. كل ده بيعطيه او بسميه المواد اللي هي دخلة فيه تكوين هزي لهذه العليقة. سواء كانت العليقة عندي عليقة آآ بقدمها في فصل الشتاء. او العليقة عندي بقدمها في فصل الصي. لكن هناك انواع آآ كتيرة جدا من العلائك اللي هي بتقدم لهذا الحيوان. دي اللي احنا هنستطرقه ان شاء الله مع بعض النهار ده في داخل هذه الحلقة. يبقى انا بعطي التغذية لهذا الحيوان في صورة علائك متزنة. من مواد ده على مركزة. عشان نحصل على اعلى انتاج وربحية زيادة في التقدم لهذا الحيوان. يبقى الحيوان ده في اللحظة دي ده اسمه حيوان منتج. وانا كده انا وصلت لمرحلة الدبلوم. في سنة تانية درست انها تغذية حيوانات اللبن. في سنة تالت بنعرف بنقول تغذية حيوانات اللحم. يعني ايه اغزة حيوان اللحم? يعني ادي له كمية العليقة اللازمة لبغرض حفز الحياة. وفي نفس الوقت بغرض الانتاج اللي هو العالي. لان احنا عارفين ان انتاج اللحم بالنسبة ليه حيوان اللحم انتاجه ده خلي. يعني ايه انتاجه ده خلي? يعني بيزيد الانتاج او بيزيد آآ وزنه باستمرار مع تقدم هذه العلاقات اللي هي موجودة. طيب انا اعزا اعرف الحيوان ده هو بيزيد وزنه او الحيوان ده بيخص وزنه عن طريق عملية الوزن الدوري. ساعتك انت خدت اخدت قبل كده السجلات اللي هي موجودة عندك في سنة تانية. يبقى ازا في عندي سجلات موجودة من خلال هذه السجلات. ان انا بحكم على زيادة او نقصان هذا الحيوان. نفطاد الحيوان بيديني عندي آآ كل يوم نص كيلو جراب. يلزبه قد ايه من العليقة? هل الحيوان ده هو اتخد كمية العليقة? او في نفس الوقت ان هو خس انتاجه من آآ انتاجه اللحم او جسمه خس. معنى ذلك ان انا في عندي مجموعة من الامور لازم ابحث عنها في داخل المزرعة اللي هي موجودة عندي. سواء كانت امور آآ تتعلق بالرعاية او امور تتعلق بالتخزية او امور تتعلق بالحالة الصحية بالنسبة لهذا الحيوان. ده بترجمه من خلال السجلات اللي هي موجودة عندي في داخل قطعان حيوانات ايه? حيوانات التسمي. كذلك في عندي فيه فهناك بقى اصص يعني ايه اصص? اما جا كون عليها لهذا الحيوان. انا لازم اعرف اه داخل كينونة هذا الحيوان. اعرف الحيوان ده التخزية دي بتوصل بتروح فيه? هل التخزية دي بتوصل طبعا بتوصل للكرش? عن طريق طبعا فم هذا الحيوان. انه بتناول على الغذاء بتاعه. بتخش هذه التخزية فيها الشبكية ثم الورقية. عارفين ان معدة هذه الحيوانات عبارة عن معدة مركبة. حيوانات اللحمة بصفة عامة. المعدة معدة مركبة. لكن بتختلف الحيوانات فيما بينها بالنسبة لطريقة او اسلوب التخزية على العلاق اللي هي تقدم لهذا الحيوان. وفي نفس الوقت في طريقة الهضم للمواد الغذائية الداخلة في تكوين العليقة بالنسبة للحيوانات. لانه هناك حيوانات ذات معدة مركبة زي الابكار والجموس والاغنم والمعز. وفي حيوانات ذات معدة بسيطة منها الارانب. لان الارانب بتعتبر من الحيوانات الساديية. فمعنى ذلك انها المعدة بسيطة بتتكون من معدة واحدة فقط. اما حيوانات التسمين او الحيوانات بصفة عامة. حيوانات اللبن. حيوانات اللحم. او الاغنم والمعز. دي ذات معدة مركبة. معنى ذلك عندي اه بتتكون من الشبكية. ثم الورقية. ثم الكرش. ثم الأنفحة. دي كلها تكوين أو بركبات المعدة اللي هي موجودة أو كرش داخل كرش الحيوان أو الجهاز الهضمي بالنسبة لحيوان التسمي المعدة المركبة إذا لم تكلمنا عليها بنقول إنها فيها عصائر موجودة جوه. في إنزيمات موجودة في داخل هذه المعدة لأن طبعا الحيوان بيتغزى على بقايا المحاصيل اللي هي موجودة عندي. بيتغزى على الأدبال. بيتغزى على الأش الأرز. بيتغزى على جميع مخالفات المحاصيل الزراعية. سواء كانت محاصيل زراعية خضراء صيفية أو محاصيل زراعية خضراء شتوية. ثم بيتغزى أيضا على العلائق اللي هي المتزنة اللي هي موجودة اللي هي اللي حنا نقول عليها اللي هي العليقة اللي هي بتصنع داخل مصانع اللي هي مصانع الإنتاج الحيواني والداجيني أو مصانع إنتاج الأعلاف اللي هي موجودة. فعشان كده بنقول إن المعدة الموجودة عندي بتبقى معدة مركبة في داخل هذه المعدة فيه عندي انزيمات بدكم بتحليل المواد المعقدة التركيب الى مواد سهلة بسيطة التركيب في صورة الدم اللي هو موجود بينقلها الدم الى جميع اجزاء الجسم بيبدأ الزيادة او النقصان في وزن الحيوان حسب كمية العليقة التي تقدم او حسب وزن هذا الحيوان فالمعدة مركبة بها عصائر وهضمة او احياء دقيقة عبارة عن ميكروبات موجودة فيها فبتمر بمرحلة التخمر لهذه الاغذية او عملية الهضم داخل الكرش الذي بيعد مخزن لتلقى الغذاء او كمية الغذاء التي تتغذى عليها هذا الحيوان وفي عندي تحليل ميكروبي داخل كرش هذا الحيوان يعني ايه في عندي تحليل ميكروبي داخل كرش هذا الحيوان والنقطة دي مهمة جدا جدا بالنسبة لجميع الحيوانات الموجودة عندي عشان كده بقول ايه اننا باجي في فصل الشتاء لازم ادرج حيوانات المزرعة عندي سواء حيوانات تسمين او حيوانات اللبن على نوعية العلاق الموجودة طبعا للظروف البيئية او طبعا للنوع التخذية او طبعا للفصول السماء اللي هي موجودة عندي يعني ايه ادرج هذه التخذية يعني مثلا افترض انما هدي مثلا حوالي عشرة كيلو لهذا الحيوان في بداية مسم البرسيم مثلا بلاحظ ان البرسيم عندي في مرتفع في نسبة الرطوبة خصوصا البرسيم ده في فصل الشتاء في اول وش بيكون نسبة الماء فيه حوالي 80% او 90% لكن الوش التاني بالنسبة اللي حشرة الثانية للبرسيم بتقل نسبة الرطوبة وبتزيد نسبة البروتين عندي الوش التالت نفس الطريقة بتزيد نسبة البروتين وتقل نسبة الرطوبة اللي هي موجودة في داخل هذه البرسيم تقول انه غزة هذه الحيوان في ميكروبات موجودة جوة بتهدم البرسيم اللي هو يتغزى عن الحيوان او العليقة في هذه الفترة فعشان ما اتغطش على هذا الحيوان وخلي الحيوان يجيله اسهال او التربط هدمية لازم اخلط البرسيم بالنجيلات اللي هي موجودة عندي يعني ايه يعني بقى اخلطه ببقايا بقى محاصيل المزرعة اخلطه بالاتبال اخلطه بيقش الرز اللي هو موجود عشان يمنع عملية النفاخ لهذا الحيوان وفي نفس الوقت انه بيكيف الكرش اللي هو موجود داخل كرش هذا الحيوان لان فيه ميكروبات موجودة داخل هذه الكرش هذه الميكروبات بتكون بحلل الانزيمات او بتحليل كل الاغذاء اللي هو موجودة عنده الى صورة غذاء سهل الامتصاص في داخل جسم هذا الحيوان وكل فترة من فترات التغذية بالنسبة لهذا الحيوان سواء كانت تغذية في الصيف تغذية في الشتاء الميكروبات موجودة بس نسبة تحليل الميكروبات للاغذية بتتراوح حسب نوع التغذية اللي هي موجودة عندي أو النوع التغذية اللي بتقدم لهذه الحيوانات فبتم عملية التخمر بالنسبة لي التغذية اللي هي موجودة في صورة طبعا أنزيمات هذه الأنزيمات هادمة بتكون البكتيريا البلوتوزوة اللي أخيره من عنوى المكروبات اللي بتحتش عنها التخمر وبتحلل الأش الأرز اللي موجود أو بتحلل العليقة لهذا الحيوان وبتحولها إلى بروتين عالي فبيقدر يستفيد منها هذا الحيوان فتخمرات الكرش بالنسبة لهذا الحيوان لها أهمية كبيرة جدا اللي بتزود الاستفادة من العليقة والعناصر الغذائية أنه عندي بيحصل هضم ميكروبي داخل جسم هذا الحيوان زي الإنسان بالزبط بيحدث عنده هضم ميكروبي للغذاء اللي هو موجود عنده ساعة أنت في بعض الأحيان لما تتناول نسبة عالية من البروتين أو نسبة عالية من اللحوم بتلاقي الفضلات اللي هي بتخرج من هذا الإنسان بتلاقي مرتفعة في نسبة الأمولية لنسبة التغذية على البروتين بتكون عالية فلازم أعمل اتزام بالنسبة البروتين اللي بتقدم لهذا الحيوان ونسبة الميكروبيات اللي هي موجودة في داخل جسم هذا الحيوان عشان يقدر يحلل الأغذية أو يحلل كمية العلاقة بالنسبة لهذه الحيوان الفايدة التانية من ضمن أهمية تخبرته الكرش بالنسبة لهذا الحيوان أنه بيحصل تغيير زي ما قلت لسعادتك للمنتجات اللي هي داخل جسم الحيوان في صورة مواد هاضمة اللي هو الأعشاب والليجيليات والبوكوليات والبروتينات وكل اللي بتناولوا هذا الحيوان فبيحدث هضم ميكانيكي بما يناسب للحيوان إنتاجه وبيزيد في عملية الإنتاج الهدف التاني أو الأهمية التانية من أهمية تخبرات الكرش بالنسبة لهذا الحيوان أنه أنا بزود استهلاك الغذاء لمنع حدوث عملية النفاخ لهذا الحيوان أو التخمة لهذا الحيوان من حيث إذا ما قلت لسعادتك من فترة قلت لك أنه لازم أعمل عملية تدريج في تناول التغذية بيحل علي مثلا فصل الصيف فصل الصيف عندي فيه عندي الضروة موجودة وفيه بقايا المحاصيل الموجودة فيه عندي حتب الزرة فيه عندي قرش البطاطا فيه عندي جميع مخلفات المزرعة يبقى أنا لازم أوازم بالنوع التغذية اللي بتقدم لهذا الحيوان وفصل الصيف اللي هو موجود عشان ما أقدرش أعمل عملية تخمر زائدة اللي فيه كرش لهذا الحيوان والحيوان يصاب به النزلات المعوية أو يصاب بالإضطرابات الهضبية داخل جسم هذا الحيوان من هذا المنطلق احنا عرفنا أن فيه ميكروبات الميكروبات الهاضمة اللي بتحلل السيلولوز اللي هو موجود في عش الأرز أو الأحطاب اللي هي موجودة بتحللها إلى بروتين عن طريقة مثل هضم الميكروبي التي تتم في داخل كرش هذا الحيوان وإحنا عرفنا أن معدة هذه الحيوان أنها معدة مركبة عبارة عن الشبكية والورقية والأنفحة إذن بكل جزء من هذه المكونات معدة هذه الحيوان بتحلل جزء أو فيها جزء من الميكروبات بيكون بتحليل الغذاء بالنسبة لهذه الحيوان التغذية مهمة جدا بالنسبة لهذه الحيوان التغذية مفيدة جدا عشان كده في بعض الحاجات لازم نقف عندها عشان نقدر نوضحها أو نقدر نحللها بالنسبة لجسم هذه الحيوان والحيوان هو الوحيد هو اللي يقدر يحكم لي على جودة التغذية اللي هي موجودة اللي هي بيتناولها هذه الحيوان لنا ولنت نقدر نحن نحكم على جود التغذية الحيوان هو اللي يقدر يحكم على جود التغذية بمعنى ايه الكلام ده الحيوان عنده فيه زيادة فيه زيادة في الوزن طالما فيه زيادة في الوزنة على نوع التغذية او نوع العليق التي تقدم لهذا الحيوان معنى ذلك ان فيه تقدم لهذا الحيوان وفيه زيادة معنى ذلك ان كمية العليق اللي هي اللي انت سعدتك بتعطيها لهذا الحيوان كمية مناسبة لعمر هذا الحيوان وسن هذا الحيوان ونسبة البروتيب متزنة في هذه العليقة عشان كده بقول ايه في عندي عليقة حافظة لهذا الحيوان وفي عندي عليقة انتاجية لهذا الحيوان العليقة الحافظة انا بقى اديها على اساس خاطر ان انا احفظ شكل هذا الحيوان او احفظ جسم هذا الحيوان حيوان ما ينزلش عندي في الوزن لكن العليقة الانتاجية انا عايز ازود كمية الانتاج لهذا الحيوان يعني عايز ازود بدلا للحيوان مكان 200 كيلو بقى الحيوان 250 بقى 300 كيلو وطبعا انا بوزن هذا الحيوان كل فترة وانت ساعدتك عارف الكلام ده كله كل 15 يوم او كل 10 تيام حسب النظام المزرع اللي هو موجود في داخل المزرع ليه عشان اقدر اشوف استجابة هذا الحيوان لنوع التغذية المقدمة او انه مغير التغذية او انه اشوف ان في عندي رعاية صحية غير منضبطة داخل القطيع عندي وفي نفس الوقت ان السجلات دي بتكشف لي الزيادة او النقصان في وزن هذا الحيوان لو لقيت عندي حيوان وزنه بدأ ان هو يقل لازم ادور عندي في داخل المزرعة ايه العامل اللي هو اصرلي على متوسط وزن هذا الحيوان لو 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 كل العوامل كلها سابتة نوعية اللي عليك كلها سابتة مقارنة بباقي انواع الحيوانات اللي موجودة وعندي حيوان واحد بس هو اللي بينزل في عملية الوزن يبقى انا لازم اتخلص من هذا الحيوان لان انا هيقبدني في نهاية في نهاية مدة التسمين اللي هي ست شهور او ثلاث شهور حسب المدة او حسب النظام اللي هو موجود عندي فبالتالي لازم اعمل عملية وزن لهذا الحيوان وفي نفس الوقت برضو اقدر احكم على جودة هذا الحيوان في الزيادة او النقصان لان بيقبدني في النهاية اقتصاديات عملية التسمين انا صرفت ايه لهذا الحيوان والحيوان ده بيزيد عندي كل يوم قد ايه هل بيزيد حوالي ثلاث تربع كيلو هل هو بيزيد كيلو ارجع لسلوات هذا الحيوان هل هو سلوة لحيوانات مصرية او ان هو حيوان خليط المربية عندي في داخل المزرعة يبقى اذا من خلال السجلات ادراحكم على متوسط اوازن هذا الحيوان وبعرف المتوسط ازاي من خلال عملية الايه عملية الوازن سرعة تكيف الكرش مع تغيرات العليقة زي ما احنا قلنا عليها ان انا بغير مكونات العليقة باستمرار لهذا الحيوان من اجل سياغة هذه العلائق او اقتصاديات هذه العلائق ان انا بزود الحوان باحتياجاته من العناصر الغذائية لابد عندي من اراعي الامور الاتية ايها اراعي ايه اراعي محتوى المواد العلافية من العناصر الغذائية انا بغزي على ايه هلا بغزي في الشتاء فقط على البرسيم اللي هو الاخضر اللي هو موجود واحنا اتركنا البرسيم الاخضر اللي هو موجود ان الحشة الاولى بتكون فيها مرتفعة في نسبة الرطوبة يعني نسبة الماء موجودة فيها اكتر على حساب نسبة البروتين الحشة الثانية بتكون نسبة الرطوبة اقل ونسبة البروتين بتزيل يبقى إذا محتوى المواد العلافية اللي هي بتقدم لهذا الحيوان سواء كانت من أعشاب سواء كانت من بقايا المحاصيل سواء كانت من علاقك متزنة اللي هي علاقك مصنعة بالنسبة لهذا الحيوان أو علاقة زي السلاج لازم تكون محتوى على جميع العناصر الغذائية وطبعا انت عدتك عرف يعني إيه عناصر غذائية عند الأملاح المعدنية عند الكربوهايدرات عند الفيتامينات كل ذي العناصر الغذائية موجودة في داخل هذه العاليقة هل البرسين في جميع العناصر الغذائية هل الأش الأرز في جميع العناصر الغذائية لازم أداء أكون العاليقة وفي نفس الوقت تكون متزنة في المحتوى من العناصر الغذائية الموجودة عنه السبب الثاني أو لما براعي النقطة الثانية كمية العناصر الغذائية التي يستفيد منها هذا الحيوان يعني ايه كمية العناصر الغذائية التي يستفيد من هذا الحيوان طبعا عندنا عناصر غذائية موجودة في داخل العزية العليقة انا اشوف استفادت الحيوان دي من عناصر غذائية دي هل استفادت الحيوان دي بطيقة او استفادت الحيوان دي سريعة بيزيد بمعدل النمو طبعا لنوع العليقة اللي بتقدم لهذا الحيوان النقطة التانية نسبة هضم المواد العلفي يعني ايه نسبة هضم المواد العلفي ونقف عندي النقطة دي نسبة هضم المواد العلفية لو اما عندي عقول صغيرة لسه بعد عملية الرضاعة فبتلاحظ أن كمية التغذية أو كمية استهلاك الحيوان لأش الأرز على سبيل المثال بتكون ضعيفة جداً لأنه هو أصلاً كرش هذا الحيوان لسه بيبدأ أنه يتطور الشبكية ثم الورقية ثم الأنفحة ثم الكرش يعني بيبدأ تطور المعدة المركبة بمجرد أن الحيوان يبدأ يتناول هذه الأغذية اللي هي موجودة عندي ما جيبش حيوان ليست صغير وأقوله أن نسبة هضم المواد العلفية أكبر من نسبة هضم المواد العلفية بالنسبة لحيوان كبير في السن عنده مثلاً 250 كيلو أو عندي 300 كيلو يبقى إذا نسبة المواد داخلة في تكوين العليقة لها علاقة برضو أننا رأيها في تكوين العليقة اللي موجودة أو أننا هقدمها لهذا الحيوان كذلك أشوف وظائف العناصة الغذائية اللي هي موجودة عندي يعني إيه وظائف العناصة الغذائية؟ وظائف العناصة الغذائية نحن نعرف أن العناصة الغذائية فيه عناصة الغذائية كبرى وفيه عناصة الغذائية صغرى العناصة الغذائية الكبرى دي محتاجها هذه الحيوان زي العناصة الغذائية الصغرى محتاجها أجداً هذه الحيوان زي الحديث زي اليوت زي الزينك دي كلها عناصة معدنية أو عناصة الغذائية صغرى لازم الحيوان أنه هو يتغذى على المحاصيل المختلفة ونوع له كمية العليقة وفي نفس الوقت أنه نقدر أحسب كمية العليقة التي تقدم لهذا الحيوان ومحتوها الغذائي من العناصر الغذائية التي هي موجودة في داخل تكوين هذه العليقة كذلك أحسب احتياجات أو راعي احتياجات الحيوان من العناصر الغذائية التي هي موجودة أو التي سأقدمها عند التغذية لهذا الحيوان كذلك اشوف ايه عندي كيفية ان انا اخلط مكونات العليقة اللي هي موجودة عندي انا عندي العليقة بتتكون من ايه ممكن يكون جلوتين الزرة ممكن يكون بذلة كتال ممكن يكون بذلة كزب بذلة سمسم دي كلها عناصر غذائية او مواد خام دخلة في تكوين العليقة فلازم اخلط او اشوف كيفية خلط المواد العلافية وطرق تقدمها لهذا الحيوان زي مثلا على سبيل المثال الملاس الملاس بيقدم للحيوان على عش الارز اللي هو موجودة عنده في البداوت او في الطوائل اللي هو موجودة عشان يقدر الحيوان ده يستفيد بكمية اكبر من السائل المفيد او من الملاس اللي هو بيقدم في صورة سائل بيضاف للعليقة عشان يرفع من المحتوى الغذائي او العناصر الغذائية الموجودة وتبعا عارفين الملاس في نسبة عالية من الحديد زاد ايه عندي برضو تان انا فيه عندي بيحكمني بقى مجموعة من المعايير الغذائية يعني ايه بجموعة من المعايير الغذائية اللي هي بالنسبة ليه من المكونات العالية دي طبعا ما تبقى الجداول الجداول دي بتحدد احتياجات الحيوان من العناصر الغذائية المطلوبة عشان عملية الانتاج او لغاية عملية الانتاج او عندي هنا الانتاج اللي هو التسمية فبعبر عن المعايير الغذائية كما يأتي كمية العناصر الغذائية المطلوبة يوميا وبستخدم ولا لا بستخدمها للحيوانات بغرض ان الحيوان يزيد من محتوى الوزن اللي هو موجود عندي حيوان بقى كان 200 كيلو بقى 220 كيلو بقى 230 كيلو اذا في معايير اشوف الحيوان دهوت عايز اديه كرباهيدرات عايز اديه املاح معدنية يلزم مع مراحل العمر المختلفة لها الحيوان لان احنا تركنا في حلقة ماضية وقلنا في عندي التسمين وفي عندي النمو وساعد في بعض الاحيان بيصاحب عملية النمو عملية تسمين ده بلاحظها في الافراد اللي هي عالية الانتاج خصوصا السلالات الاجنبية اللي هي حيوانة اللحم بلاحظ ان في بعض الاحيان بيصاحب عملية النمو عملية تسمين لهذا الحيوان بتلاقي الحيوان جسمه كتلي قبل مرحلة البلوغ الجنسي بالنسبة لهذا الحيوان فبلاحظ ده رجع الى ايه ده رجع الى نوع مادة العلف اللي انت ساعدتك بتضفة في داخل العليقة التي تقدم لهذا الحيوان في معايير اخرى زي معايير مثلا معادل النشا معادل النشا بالنسبة داخل ايضا من دمن المعايير اللي انا بقدرها او بضعها في الاعتبار ان مجاكون عليك من هذه الحيوانات طبعا انت عارف ان النشا بالنسبة لهذا الحيوان مصدره طبعا الكربوهادات اللي هي موجودة اللي هي الزرة الصفراء اللي هي موجودة عندي لازم اضع نسب معتدلة في النهاية خالص بكون نسبة عليقة طب نسبة العليقة اللي هو يتغذي عليها هذا الحيوان كم نسبة بروتين بتبقى 14% نسبة بروتين بالنسبة لحيوان التسمين لكن حيوان اللبن بتكون العليقة نسبة البروتين فيها حوالي من 16 الى 17% ليه ايه السبب ان حيوان اللبن 16 الى 17% وحيوان التسمين بتكون 14% لان حيوان اللبن حيوانه انتاج المحصول بتاعه انتاجه خارجي في صورة لبن سريعة خارج جسم هذا الحيوان يعني وقتي اما انتاج محصول الحيوان اللحم بيكون انتاجه داخلي داخل جسم هذا الحيوان لازم يحول المواد الغذائية ويحول النشويات الى مواد طبعا الكربوهاد تتحلل في داخل جسم هذا الانسان بتتحول او بتتحلل الى دهول فبيزيد وزن جسم او وزن هذا الحيوة فاذا معايير النشأ ايضا من ضمن المعايير اللي مبراعيها عند تكوين العلائق او عند تقديم العلائق بالنسبة لهذا الحيوة عشان كده ساعدتك ما تيجي تشتري اي نوع من مادة خامة علف بيقولك نسبة البروتين فيها كذا نسبة الكربوهايضات فيها كذا نسبة الاملاح المعدنية كذا نسبة الالياف فيها موجودة لازم يديك جدول كده فيه النسب انت ساعدتك بيديك تكون هذه العليقة من خلال جداول او معايير معينة بتصل في النهاية الى نسبة البروتين حوالي 14% بالنسبة له حيوان التسمي لكن هناك اصص بقى عشان اكون العليقة او عشان ادي العليقة دي او اقدمها لهذا الحيوان في عندي اصص ان انا براعيها او اصص علمية عشان اقدر اعطي العليقة لهذا الحيوان حيوان وزن 200 كيلو وحيوان وزن 400 كيلو وحيوان وزن 300 كيلو وحيوان وزن 150 كيلو هل أعطي كل الحيوانات كمية عليقة معينة؟ يبقى أول حاجة وزن هذا الحيوان أشوف الحيوان ده وزنه قد إيه؟ عشان أحدد أو أقدر كمية العليقة التي تقدم لهذا الحيوان طيب هل هناك سبب تاني أو أساس تاني براعية عند تقديم العليقة لهذا الحيوان؟ آه في أيضا سبب تاني حالة الجسم بالنسبة لهذا الحيوان هل جسم هذا الحيوان ضعيف؟ هل هو جسمه قابل للزيادة؟ هل هو جسمه أسرًا بيبدأ أنه هو يخص؟ يبقى أنا لازم أراعي الحاجات دي كلها مجأ أسس أو أحسب احتياجات حيوانات اللحم من العلائق اللي هي موجودة عندي زاد إيه عندي تاني؟ الغرض الذي يربى من أجله هذا الحيوان هل الحيوان طبعا بالنسبة لحيوان لحم؟ أنا بربيه بغرض الزيادة في وزن هذا الجسم وفي نفس الوقت عشان محصول هذا الحيوان بيكون داخل جسم هذا الحيوان في صورة عضلات، في صورة دهون في صورة عظام، في صورة كرش موجودة عنده، يبقى لازم أنا أكون العلائقة حسب متطلبات أو حالة الحيوان اللي هو موجودة عندي، ساعات في بعض الأحيان في داخل المزرعة، بيتلاحظ أن فيه هناك مثلا عجول ضعيفة فانت ساعاتك بتضطر أن أنت تزود نسبة البروتين أو بتزود كمية العلائقة لهذا الحيوان عشان يقدر يجابه أو يواجه الظروف البيئية اللي هي حولين هذا الحيوان وفي نفس الوقت بيصل إلى نهاية عملية التسمية، كذلك إيه تاني براعي موسمية الغذاء إحنا نتطرقنا في البداية وقلنا أنني عندي بغزة في فصل الشتاء على العلاق الخضراء، سواء كان البرشيم المصري هو موجود عندي أو بقايا المزرعة اللي هي موجودة زائد أن أنا فصل الصيف بغزة على الضروف اللي هي موجودة عندي فانا ما أكون العليقة أو أعطي العليقة لهذا الحيوان، أشوف أنا فين أنا في فصل الشتاء واللي أنا في فصل الصيف، طبعا أسكى الوقت بالنسبة لهذا الحيوان أو للمربي اللي هو بيكون فيه ارتفاع درجة البرودة بالنسبة لهذا للجو اللي هو موجود، فبتأثر على العملية الانتاجية لهذا الحيوان، فبضطر إنه ما بزود أو بضاعف كمية العليقة لهذا الحيوان، عشان يقدر يواجه الظروف البيئية اللي هي موجودة أو اللي هي المحيطة بهذا الحيوان اللي احنا بنعتبرها بالقول موسمية الغذاء، عشان كده إن حيوان التسمين، فتلاحظ إنه هو في الصيف بيأكل أكتر وبيشرب مية قليلة، لكن إنت سعدتك لو زودت كمية العليقة لهذا الحيوان، أو نسبة الأملاح لهذا الحيوان في العليقة اللي هي موجودة في فصل الصيف، فهيضطر إن الحيوان بيشرب مضاعفات من المياه عشان يقدر نيعمل عملية هضم غذائي داخل جسم هذا الحيوان كذلك فيه نقطة هنا مهمة جداً، وهي نقطة خطيرة في فصل الشتاء غالباً معظم المربين بيلجأ إلى إيه؟ إنه هو بيغزي في الوش الأول من المحصول البرسيم على البرسيم اللي هو موجود عنده، في نفس الوقت إنه بيعطي كمية علف لهذا الحيوان سواء هو مخلطها على إيده أو إنه هو بيغزي على السلاج، فبالتالي إن كمية البرسيم بتطرد كمية العليقة اللي هي الانتاجية بالنسبة لهذا الحيوان يبقى إذن الحيوان سابت عند مكانه يعني ما بيزيتش، ليه؟ لأن في عندي نسبة عالية من المياه موجودة في داخل البرسيم، فبتطرد جميع المكونات الغذائية الأخرى موجودة، فبالتالي حيوان التسمين لا يستفيد بيها، لكن حيوان التسمين يستفيد بيها إمتى؟ إما بيحل عليه دخول الدفء أو يحل عليه فصل الصيف بيبدأ حيوان التسمين أو أنت داخل المزرعة مدف في المكان وعمل الظروف الاحتلاطات اللي هي الواجب قلنا عليها في مساكن حيوان التسمين أو مساكن حيوان اللبن يبقى أنت محافظ على درجة حرارة، محافظ على نسبة الرطوبة، محافظ على التهوية، كل دي المعواب اللي بتأثر على الزيادة الانتاجية لأن حيوان التسمين عندي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنه هو حصالة. أنا بضع فيه كمية علف عشان آخر الشهر ألاقي فيه كمية لحم موجودة. لو أنا وضعت كمية علف آآ زيادة أو كمية علف مناسبة لهذا الحيوان وجيت آخر الشهر أو آخر خمس شهر يوم أو كل عشر طياب لقيت فيه فيه نقصان عندي يبقى لازم أفتش أو أدور على الوضع الملائم لعملية التغذية أو الحيوان دوت إيه؟ السبب في عدل من النقص أو الزيادة بالنسبة لهذا الحيوان يبقى أرجع لأمور كتيرة داخل القطيع أشوف إن الحيوان ده هو هل كمية الغذاء ديت متزنة في داخل تكوين العليقة؟ ولا أنا بغزي إزاي هذا الحيوان؟ ولا أنا بغزي طاقة والطاقة التانية بكسل عليها وبعطي في طاقة أخرى؟ يبقى لازم أشوف موسمية الغذاء بالنسبة لهذا الحيوان. عشان كده بيقول إيه؟ إن حيوان التسمين بيلزموا واحد في المية من وزن الحيوان عليكة مالئة. يعني إيه عليكة مالئة بالنسبة لهذا الحيوان؟ العليقة المالئة طبعا أنت ساعدتك عرفها سواء كانت عليها مالئة خضراء أو عليها مالئة آآ جافة. العليقة المالئة خضراء في عندي منها نوعين. في عندي عليك مالئة خضراء صيفية زي الضراوة. وفي عندي عليها مالئة خضراء زي البرسيم المصري في فصل الشتاء. يبقى عندي نوعين من الله. طيب ما في عندي برضو أش الأرز. في عندي الأدباء. في عندي جميع مخلفات المحاصيل الزراعية. يبقى دي كلها عليها مالئة معنى ذلك إنها في نسبة قليلة من البروتين. لو جينا حللنا نشوف ان مثلا التبن بلاحظ ان الاتبان كلها بصفة عامة. اه خصوصا التبن اللي هو الابيض. لو تبن الامح بلاقي ان نسبة البروتين فيه لها تتعدى واحد ونص او اتنين في المية. لكن تبن الفول بتصل فيه نسبة البروتين الى ثلاثة في المية. لكن تبن بزرة فول السمسم او او بزرة السمسم بلاقي نسبة البروتين عالية. يبقى راجع لنفس المحصول اللي هو موجود عنده او انتج منه هذا الاتبان. كذلك انا عندي فيه نوع من التغذية بغزي فيها لحانات المزرعة. اللي هو التغذية على البرسيم اللي هو المجفف. معنى ذلك اللي هو ايه? اللي هو بعد ضم محصول البرسيم في عندي اتبان موجودة. وده بيكون في فصل الشتاء افضل منه في ان انا اغزي على الاتبان اللي هي الحمراء في فصل الصيف. لابد عشان خاطر انه شطل في السلش بتاع هذا الحيوان. وانه عايز طاقة انتاجية عالية عشان يقدر يخدم او يحول اللي هو الدان دي الحمراء الى غزاء في داخل الجسم او الى يحللها فعايز مجهود جامد جدا. لكن انت ممكن اغزى هذا الحيوان في فصل الشتاء عشان بروت الجو اللي هي موجودة. وفي نفس الوقت عشان الطاقة اللي لازمة لهذا الحيوان. كذلك انا بقول واحد في المية من وزنه علي امالي اه واحد ونص في المية من وزن الحيوان علي اه مركزة. يعني ايه بدي واحد في المية عليه اه مالي اه واحد في المية واحد ونص في المية عاليقة مركزة. احنا عرفنا فيه فرق بين العاليقة الماليقة والعاليقة المركزة. طالما تطرقنا وقلنا في عندي عاليقة مركزة. معنى ذلك انها مركزة في نسبة البروتين. اللي هي الاعلاف اللي انا بشتريها من مصانع انتاج الاعلاف. دي كلها اسمع علائك ماليقة او علائك اه جافة متزنة. يعني علائك مصنعة. اذا معروف فيها نسبة البروتين. معروف فيها نسبة الكرباهيدرات معروف فيها نسبة الاملاح المعدني. لكن العلائق المالئة غير معروف فيها نسبة البروتين اللي زي ما اتركت لك وتعادت قلت لك ان عند الادبان فيها اه واحد في المية. عند الاش الارض فيه واحد في ليه نسبة عالية من البروتين. فبدي واحد في المية من وزنه. عليها مالية. ثم واحد ونصف في المية ايضا من العليقة المتزنة. يعني معنى زلك ايه? نفترض ان الحيوانة عندي حوالي مثلا تلتميت كيلو. الواحد في المية عليها مالية كام. يبقى ازا كده تلاتة كيلو. الواحد ونص في المية كام. يبقى اربعة كيلو ونص. يبقى متوسط ان الحيوان ده هيحصل على عليها كام? هيحصل على حوالي سبعة ونص او تمانية كيلو جرام من العلاق يومية. معنى زلك دخلت العليقة الحافظة موجودة. دخلت العليقة الانتاجية موجودة. بما يعادل متوسط وزن هذا الحيوان. يبقى عندي واحد في المية من وزن هذا الحيوان عليقة متزنة. يعني عليقة فيها نسبة عالية من البروتين. زاد ايه في عني تات? طيب ازاي الحيوان ده هو اقدر استفيد يستفيد من الغذاء اللي هم موجودة عنده. طبعا بيستفيد من الغذاء اللي هم موجودة عنده. عن طريق اربع خطوات موجودة عنده. ساعتك موجودة هنا. اول خطوة عندي عندي عملية الهضم. وطالما تركنا لعملية الهضم في عندي نوعين من عملية الهضم. يعني ايه في عندي نوعين لعملية الهضم في عندي عملية هضم عملية ميكانيكية لعملية الهضم وفي عندي عملية تانية اللي هي العملية الهضم الكيميائية عملية الهضم اللي هي الميكانيكية دي بتتم عند تكوين العلائك المتزنة اللي هي العلائك الجافة المصنعة في الشركات او في مصانع انتاج الاعلام يبقى في عندي عملية تكسير او دشل الزر اللي هو موجودة عندي في عندي نقطة خطيرة جدا ابدأ اقول لسعادتك فيها لان لو انا غزيت الحيوانات ديت على حبوب هذه الحبوب بتفرز في داخل كرشة هذا الحيوان في الروس اللي هو موجود لهذا الحيوان والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يهدم هذه المكونات فانا اعمل ايه فبضطر ان انا بطحن او ان انا بجرش هذه العليقة قبل تكوين العلاقة بصفة عامة يعني بطحن الخامة اللي هي موجودة عندي زي الزرة زي انواع اللي هي موجودة عندي لازم اطحنها عشان اقدر اضفة كلها دي مواد خام مواد علف خام قبل تكوين العليقة لان لو حاولنا لو اتغزى على عليقة متزنة فيها حبوب من الزرة فيها حبوب من انواع الخامات الاخرى الداخلة فبتخرج مع ايه مع الغذاء اللي هو مع الفضلات اللي هي موجودة عنده وفي نفس الوقت لا يستفيد بها هذا الحيوان لكن هناك عملية هضم كيميائي اللي احنا قلنا عليها الاحياء الدقيقة اللي هي موجودة في داخل الكرش بتكون بتحليل السيلولوز او بتحليل المواد العلف اللي هي المالئة الجافة الى بروتينات ثم يتغزى عليها هذا الحيوان في صورة غذاء مهضوم سهل الامتصاص النقطة التانية عملية الامتصاص بالنسبة لهذا الحيوان يبقى اذا الحيوان بيستفيد من الغذاء عن طريق عملية الامتصاص يبقى الامتصاص جاية بعد عملية التخمر للغذاء اللي هي موجودة احنا قلنا فيه عندنا هضم كيميائي وفيه هضم ميكانيك. الهضم الميكانيكي دي بيتم خارج جسم هذا الحيوان يعني معنا ذلك عند تكوين العلائق اللي لازمة لتخزية هذا الحيوان. لكن الهضم اللي هو الكيميائي بيتم في داخل جسم هذا الحيوان. كذلك في عندي التوزيع. يعني ايه التوزيع? اننا وزع مكونات العليقة او المواد الخام الداخلة في تكوين العلب بنسب معينة على جميع الخلطة اللي هي موجودة. ده شمع تجانس بالنسبة ليه خامات الاعلاف عند التغزية لحيوانات المزرعة. كذلك في عندي التمسيل الغذائي بالنسبة لهذا الحيوان. ايضا دي من ضمن ازاي اننا الحيوان بيقدر ان هو يستفيد من الغذاء المقدم لهذا الحيوان. فالتخمرات الكرشن هذا الحيوان بيركز عليها بالسمرار بقولنها بتزود كفاءة الاستفادة من العليقة والعناصر الغذائية. ثم بتغير المتغيير المنتجات النهائية لحاملات الهضم. معنى ذلك ان هو بيتناول اش. يبقى بيفرز. مش بيفرز. بقى اش. لا. بيقوم البكتيريا الموجودة بتحليل هذه المكونات الى صورة غذاء سهل الامتصاص عن طريق الدم. ثم يقدر ان هو يستفيد بها هذا الحيوان. كذلك برضو من ضمن اهمية تخمرات الكرش انها بتزود استهلاك الغذاء لمنع النفاق او التخمة لهذا الحيوان. اللي هي التخمة الحد ودي نقطة خطيرة جدا في حيوان التسميل. سرعة تكييف الكرش مع مكونات العليقة التي تقدم لهذا الحيوان. واحنا تحدثنا عليها في بداية الحلقة. ان عندنا فيه احياء دقيقة موجودة. فيه بلوتوزوة موجودة. فيه آآ بيكروبات داخل جسم هذا الحيوان. بتحلل الغذاء اللي هو موجود او بتحلل مواد العلف اللي هي موجودة داخل جسم هذا الحيوان. طب ايه اللي بيخل المواد العلف دي تتحلل? الماء ايضا بيسهل عملية الهضم. وبيسهل توزيع الاغذية اللي هي موجودة او بعد استخلاص الاغذية من عملية التخمر فالماء بيسهل كل ذلك ويوزعوا على جميع اخزاء الجسم هذا الحيوان المعدة المركبة احنا قلنا بها عصائر العصائر الهاضمة اللي هي الاحياء الدقيقة او الميكروباب بتتم داخل الجسم هذا الحيوان الاحياء الدقيقة بتشمل ايه بقى بتشمل عندي البكتيريا بتشمل عندي البروتوزوة بتشمل ايه عندي الفطريات دي بيكون موجودة في داخل المعدة المركبة بالنسبة لهذا الحيوان لكن هناك في ايجاب بالبيئة المناسبة لزيادة النشاط الاحياء الدقيقة وتشجيع البكتيريا والبروتوزوة على عملية التقاصر داخل جسم هذا الحيوان لانه كل فترة من فترات التخزية سواء كالتخزية صيفية تخزية شتوية قلت لك فيه نوع معين من البكتيريا موجود هذه البكتيريا موجودة في الفجوات اللي هي موجودة في الكرش اما بتلاحظ بعد دبح هذا الحيوان بتلاحظ ان كرش هذا الحيوان فيه فجوات موجودة الفجوات اللي هي موجودة ديت بيبقى موجودة فيها البكتيريا وموجودة فيها الفاتريات بتacom بتحليل الاغذية الموجودة في صورة اغذية سهلة الهضم عن طريق الماء ويقدر اللي حيوان يستفيد بيها وفي نفس الوقت انهو بيقدر انهو يستعيد نشاطه مرة اخرى فلازم راعي التوازن بين البروتين والطاقة داخل كرش هذا الحيوان عشان الحيوان لا يصاب بالتخمة او لا يصاب بعملية النفاق في نفس الوقت ان التخمل في الكرش يتسبب في فقد جزء من الطاقة المقاكلة وذلك في صورة ايه في صورة ميسان وحرارة يعني ايه في صورة ميسان انا انتركت لساعتك قلتلك انت لو كلت لحوم بالسمرار نسبة البروتين عندك هزيد اذا انغاز الميسان هزيد عندك في الاخراج اذا انغاز كل الحاجات دي كلها هتفرز خارج وفي نفس الوقت بتقدي الى انهاك الكلة وانهاك اللي هو الكبد بالنسبة لهذا الحيوان فلازم توازن بين كمية البروتين الموجودة وكمية العليقة وكمية البروتين اللي هي اصلا مفوطة يستفيد بها هذا الحيوان عشان كيف نقول ايه ان حيوانات اللحم نسبة البروتين بتكون 14% فبرفع نسبة الطاقة برفع اللي هو الكربوهايدرات وبقلل نسبة البروتين فحيوان اللبن برفع نسبة البروتين وبقلل نسبة الطاقة اللي هي موجودة عندي اللي هي الزر الموجودة عشان انا مش عايز اصلا تسمين في حيوان اللبن انا عايز صورة انتاج لبن فبالتالي برفع نسبة البروتين اللي ان الالبان كلها انتاجها بروتي لكن حيوان عايز يكون على جسمه عايز يكتنس باللحم عايز يكتنس بالدهن اللي هو موجود فبرفع نسبة الكاربهايدرات او الديشيش اللي هي موجودة في العليقة على حساب نسبة البروتين اللي تقدم بحيث لا تزيد على 14% وساعات في بعض الأحيان في آخر مرحلة التشمين بالنسبة لهذا الحيوان بتصل نسبة البروتين حوالي في العليقة إلى 11% ودي نسبة جيدة جدا عشان خاطر ما حولش حيوان التشمين إلى دهون عالية على جسم هذا الحيوان في نهاية عملية التشمين وفي نفس الوقت هتأثر على كمية إنتاج اللحم اللي هي الناتجة أو اللي هي خارجة من داخل جسم هذا الحيوان وفي نفس الوقت تأثر على سعر المنتجات وسعر اللحم اللي هي موجودة بالنسبة له المستهلة فلازم أحمي البروتين من التخمر والعمل على تمرير جزء منه إلى المعدة الحقيقية والإثنى عشر ليتم عملية الهضم ويستفيد بها الحيوان في مراحل النمو أو في مراحل الحمل لو حيوان لبن أو في مراحل الولادة والإدرال إذا كان حيوان لبن طيب إزاي بقى أقدر أصيغ علائك متزنة لهذا الحيوان يعني إيه كلمة عليك متزنة كلمة عليك متزنة أننا بوفر للحيوان العناصر الغذائية يوميا بالكميات المطلوبة وهذه العليكة المتزنة لازم تتصف بمجموعة من الصفات أول صفة بالنسبة له هذه الصفات تكون العليكة مستساغة وعالية الهضم يعني الحيوان يقدر يقبل عليها أنا قلت لساعدتك من البداية لنا ولا أنت ولا المربي ولا أي حد يقدر يحكم على جودة العليكة اللي يقدر يحكم على جودة العليكة الحيوان في صورة إيه؟ إنه في زيادة في وزن جسم هذا الحيوان كذلك النقطة التانية لازم سياغة العليكة أصغها بأقل التكاليف عشان تعطي أفضل إنتاج وليس بأقل التكاليف على حساب نسبة الخامات الداخلة في مكاولات العليكة يبقى لازم أوازم بين نسبة التكاليف العليكة مع نسبة البروتين نحن قلنا نسبة البروتين في علاقة حيوات التسمين بتكون 14% لكن في العجول الصغيرة بلاحظة أن نسبة البروتين اللي هي في مرحلة الفطاب أو في الفصل بين مرحلة الفطاب ومرحلة الرضاعة لازم أدي نسبة علف بادئ حوالي 17% إلى 18% عشان أقدر أعوض البروتين اللي كان بيتناوله هذا الحيوان في فترة الرضاعة يبقى عشان خطر الحيوان ما يقدرش يخص عندي عشان خطر الحيوان ما ينزلش في عملية الوزن فلازم أرفع نسبة البروتين لحد مصر إلى بداية عملية التسمين بتبدأ عملية عملية التسمين 250 كيلو أو 200 كيلو بزبط عملية التسمين وقدر بزبط العليقة المتزنة حسب نسبة البروتين لكن العنصر الأساسي اللي هو بيؤدي إلى ارتفاع سعر ألاف وجودة سعر ألاف هو نسبة البروتين اللي هي موجودة أو الدخلة في الخامات الداخلة في عملية التسمين كذلك إيه تاني؟ بتحتوي العليقة على كمية كافية من البروتين لازم العليقة تكون محتوية على كمية عالية من البروتين بلاحظ إن احنا تتركت لحضرتك قلت لك الحشة الأولى في التغذية على البرسيم والحشة التانية والحشة التالتة والحشة الرابعة أنا باخد من البرسيم حوالي أربع حشة أفضل وقت إن أنا سمن الحيوانات المزرعة عندي أو حيوان التسمين على المحصول الحشة الثالثة اللي عمت للبرسيم أو الحشة الرابعة للبرسيم بتلاحظ إن النسبة الرتوبة بتقل وفي نفس الوقت نسبة البروتين فيه البرسيم بيزي لكن في النهاية خالص هذه الحيوانات بلاحظها إن فيها نسبة الدهن الموجودة فيها أو لول الدهن اللي موجود. بلاحظ ان هو لونه بيكون اصفر. عشان امنع اللون الاصفر هو موجود. لازم ادفع الحيوانات ديت الى علاقة متزنة. يعني علاقة مصنعة. مدة شهر الى شهرين. عشان تقدر تعوض تعوض لي نسبة البروتين اللي هي اللون الاصفر في اه دهن هذا الحيوان. عند اجراء عملية عملية التسميه. معنى ذلك ان بلاحظ في حيوانات مخصصة اصلا. في نسبة دهن. تلاقيها لون الدهن بتاع الحيوانات ديت بتلاكها لونها اصفر. ده نتجة الى الترقيب الوراثي لهза الحيوان. يبقى انا لازم العلقة تكون محتوى على كمية كافية من البروتين. وايه ضمن ملائمة او كمية ملائمة من المعادن والفيتامينات. طبع انا نعرفين المعادن الموجودة اللي هي الاملاح المعدنية اللي هي موجودة. وانا في عندي املاح معدنية صغرى. وفي عندي املاح معدنية كبرى. يبقى لازم في عندي فيتامينات تكون موجودة ايضا في داخل هذه العليقة التي تقدم لهذا الحيوان طبعا انا عايز اغزي حيوان المزرعة اللي هم موجودة عندي اذا في عندي حاجة اسمها مواد العلف الشائعة الاستخدام في تغذية حيوانات اللحم ايه هي المواد العلف الشائعة الاستخدام في تغذية حيوانات اللحم عندي مواد العلف الخضراء بتشمل ايه مواد العلف خضراء شتوية زي البرسيم وده شائع الاستخدام في مصر عندي في عندي مواد العلف خضراء صيفية زي الضروة زي الزرة السكرية زي لبيا العلف. في مواد علف خضراء معمرة. دي ملاحظة في البرسيم الحجازي. في مواد علف خضراء محفوظة بمعزن عن الهواء. معنى ذلك هذه المواد اسمها السيلاج. في نوع تاني من المواد العلف اللي هي مواد العلف الجافة. مواد العلف الجافة بتشمل ايه؟ مواد علف خشنة ومواد علف مركزة. يعني ايه مواد علف خشنة؟ مواد علف خشنة زي الدريس زي الأدبان زي مخلفات المحاصيل دي مواد علف خشنة يعني الحيوان بياخد وقت طويل فيها عشان يقوم بعملية التغذية وعملية الهضم بالنسبة لهذا الحيوان اسمها مواد علف غليظة أو خشنة عند زي البرسيم عند زي الدروة عند زي أش الأرز عند زي بقايا جميع المحاصيل اللي هي موجودة في داخل المزرعة دي كلها بسميها مواد علف خشنة الحيوان بيقعد فترة طويلة عشان يقدر يتغذى على كمية الأغذية لهذا الحيوان يعني ممكن يقول له حوالي 10-15 دقيقة أو نصف ساعة عشان يتغذى على مخلفات المحاصيل الغذائية لكن انت سعدتك لو أعطيت لهذا الحيوان عليقة متزمة يعني مع ذلك عليقة جافة مصنعة ممكن كمية العليقة تدهله يتناول هذا الحيوان في مدة 3 إلى 4 دقائق بعجز العلائق اللي هي الخشنة عشان هو بيخدم هذه العليقة قبل دخولها وبيتم عملية الاشترار لهذا الحيوان عشان يقدر يسهل عملية الهضم الهضم اللي هي الميكروبي أو الهضم اللي هو مش الميكانيكي بقى الهضم الميكانيكي دي بيكون في الخارج لكن الهضم الميكروبي اللي هو موجود عن طريق الهضم الكيميائي في داخل جسم هذا الحيوان فالعلاق المواد العلف المركزة بتشمل مواد العلف مركزة نباتية ومواد العلف مركزة غير نباتية المواد العلف المركزة النباتية مثل الحبوب زي الدرة زي الشعير زي الأمح زي جميع أنواع المحاصيل اللي هي موجودة عندي وده إن شاء الله اللي احنا هنستطرقه في الحلقة القادمة أعزائي ساعدنا بكم في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة نتمنى لكم دوام التقدم والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته